الحكومة النمساوية تتعهد بتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة بشكل أسرع النمسا ترحب بتمديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا إطلاق مبادرة لمشاركة غير المجنسين في انتخابات النمسا السفلة حصول جواز السفر النمساوي على المرتبة الخامسة عالمياً لعام عشرين ثلاثة وعشرين والسجن أربعة أشهر لامرأة أهملت غداء ماشيتها جنوب النمسا مرحباً بكم بنشرة الأخبار بالعربية على شاشة النمسا ميديا لهذا اليوم تعهدت الحكومة النمساوية بتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة بشكل أسرع وإنشاء مجموعة عمل خاصة لتحقيق هذا الهدف جاء ذلك في الاجتماع السنوي للحكومة برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نهامر في منتج عم مواربخ في النمسا السفلة وتوقع نهامر أن تشهد البلاد نمواً اقتصادياً بالرغم من كل التحديات الراهنة مشيراً إلى المضي قدماً في توسيع الترويج للخلايا الكهروضوئية بتمويل يصل لستمائة مليون يورو هذا العام رحب وزير خارجية النمسا أليكسندر شالنبيرد بتمديد برنامج المساعدة الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا لمدة ستة أشهر أخرى من قبل مجلس الأمن الأمن التابع للأمم المتحدة وقال شالنبيرد أنه نظراً لأن ملايين السوريين بحاجة إلى مساعدات إنسانية سوف توصل النمسا المساعدة لتخفيف معاناة المدنيين يذكر أن صندوق الكوارث الخارجية في وزارة الخارجية يقدم مساعدات مستمرة لدعم جهود الإغاثة الإنسانية في سوريا ودول الجوار التي تضم أكبر تجمعات للاجئين تجري منظمة SOS تصويت رمزي في مقاطعة النمسا السفلة وذلك للتعبير عن عجز أعداد كبيرة من السكان عن التصويت بسبب عدم امتلاكهم للجنسية النمساوية وتنطلق حمل التباس إغالفال في الفترة التي تسبق انتخابات الولاية وحسب المنظمة فإن هذا العمل موجه ضد استبعاد أكثر من 11% من سكان الولاية مشيرا إلى الأرقام الحالية من مكتب الإحصاء النمساوي والتي تفيد بأن عدد الأشخاص المستبعدين من حق التصويت قد زاد بأكثر من 6 أضعاف على مدار 35 عاما الماضية حصل جواز السفر النمساوي على المرتبة الخامسة عالميا في عدد الدول التي يمكن زيارتها من خلاله دون الحصول على تأشير إلى 188 دولة هذا العام وحسب مؤشر هينلي لتصنيف جوازات السفر العالمية وفقا لإمكانية الوصول التي توفرها لمواطنيها ومقرها لندن تقدمت اليابان على كل من سنغافورا وكوريا الجنوبية في المراكز الأولى تلتها ألمانيا وإسبانيا فنلندا وإيطاليا ولكسنبورغ في محلة النمسا بجانب الدنمارك وهولندا والسويد في المركز الخامس عالميا وفي خبرنا الأخير حكمت محكمة كلاكنفورد السجن أربعة أشهر على سيدة لم تزود ماشيتها بالمياه والعلف بشكل كاف وحسب ما ذكرت أور إيف قالت المتهمة إنها لم ترتكب أي خطأ عن قصد وعملت بالطريقة التي دربها عليها والدها وقالت إنها لم تغير كمية العلف للحيوانات وكان الطبيب البيطري الرسمي هو من لحظ وجود نقص في وزن 22 من الماشية وحسب شهادته كانت الماشية هزيلة جدا وصغيرة وتزن بعضا منها نصف وزن الماشية السليمة نهاية النشرة شكرا لحسن المشاهدة تحياتي إلى اللقاء اشتركوا في القناة